اشتركوا في القناة نعيد المنظومة من أول وجديد الوسائل الطرق الأساليب التكنولوجي محتاجين نستخدم يا جماعة التكنولوجي في التأمين بلاش نستخدم لو ما عندناش أفكار لسه كنت بقول ان احنا ممكن نعمل حاجة بسيطة كده لو كتبنا على الانترنت سيكيوليتي سيكيوليتي هنشوف الأمان هنشوف القنابل هزي نقدر نواجهها هنشوف الكاميرات هزي نقدر نحطها في كل أماكن بره الرجل والشرطة ما بتشوفهوش الشارع في كاميرات الرجل والشرطة بيظهر فقط عند حدوث الجريمة انما ما فيش ناس كده احنا نضحيين بيهم ما فيش عساكر سايبينهم يشتغلوا بال12 وبال13 ساعة ووقت الدورية بتاعتهم يضربوا ويموتوا طب نعمل لهم دوريات نعمل لهم شفتات يعني نحاول على قد ما نقدر نحافظ على أرواح الناس بشكل مختلف أكتر من كده الحقيقة هنتكلم أكتر عن المنظومة الأمنية بشكل عام هنتكلم أكتر عن الحوادث الإرهابية اللي بتحصل واللي بتعرض لها جنودنا من الجيش ومن الشرطة الحقيقة في الفترات اللي فاتت مع الخبيل الأمني دكتور إيهاب يوسف دكتور إيهاب صباح الخير نهارك سعيد وأهلا بحديث النهار حديثك أسعد ورأي حديثك إيه في المنظومة الأمنية طيب هو الكلام الحقيقي قلتيه بلا شك حقيقي ولازم نحن نستعدم التكنولوجيا الحديثة في تأمين مصر وتأمين الأفراد اللي قايمين بالعمل الأمني وتأمين المواطنين بصفة عامة وده مهم جدا بس إحنا محتاجين نشوف إزاي ممكن نطبق ده في أحسن وقت وفي أسرع وقت ممكن مع علم أن مصر طبعا زم حقيقي عارفة بتمر بظروف اقتصادية لحد ما مش مناسبة والعلم الأمن مكلف يعني الأمن بصفة عامة مكلف يمكن التكنولوجيا معاتش مكلف أوي زي ما كان زمان لأن العملية تطورت وبالتالي سعر الكاميرا اللي كان مثلا بألف جنيه بقى مئة جنيه دلوقتي ولكن في النهاية عشان تقدر يتأميني مصر كلها محتاجة تصرفي مبلغ من المال وده المبلغ ده حيتوجه مفروض إلى التكنولوجيا توزيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا مش بس تمن المعدة ولكن تمن الخطة الأمنية اللي هتوزع على دوقها الخدمات الأمنية دي وتشوفي إزاي حاجة ممكن تقدر يتوصلي الأعلى معدل للتدريب لأفراد بتوعك وبعدين بره استكمالا لحتة بره حيكون تتكلمي عليها بيعملوا حاجة اسمها audit أو مراجعات وبيعملوا حاجة اسمها penetration testing بيعملوا اختراقات أمنية هو الجهاز نفسه بيعمل اختراقات لنفسه ويشوف هل أنا محقق الأمن الفعلي أو لا يعني ليجي مثلا على هل أنا قادر أو في حد قادر على الاختراقي أو لا بالزرط بالزرط بكتشف السغرات بتاعتي وكل ده سهل لتطبيقه ولكن بصفة عامة لحاجة بتكلمي عليه هو إعادة توزيع الإمكانيات والخدمات ده محتاج رؤية استراتيجية ويمكن كنا متوقعين أن الرؤية الاستراتيجية بتاعت وزارة الدخلية تتغير في خلال السنين الفاتت لأن عندنا رؤية استراتيجية كانت موجودة لحب 24 ناير 2011 سبت أن الرؤية الاستراتيجية دي حققت جزء من النجاحات وفي نفس الوقت حققت جزء من الإحفاقات فبالتالي كان مطلوب تطوره لأن معادلة الأمن بعد 25 يناير 2011 كان لازم تتغير النهاردة كان جزء من المعادلة الأمنية سواء رضينا أو لا سواء كنا مبسوطين من ده أو لا مبنية على خوف البعض من جهاز الأمن هذا الخوف انتهى خلص ما عادش موجود وبالتالي إحنا محتاجين نستعيد عن هذا الخوف بثقة يعني يخلي بدل ما كان فيه خوف وده اللي بيرهب الخارج على القانون عشان يفكر كذا مرة قبل ما يعمل الخجارية لا محتاجين نوجد ثقة أن جهاز الأمن ده قوي قادر على تحقيق الرضع فعشان نقدر نوصل للمعادلة الجديدة دي لازم بقى حندخل معطيات زالحك تفضلت بيها تدريب جديد لازم حنعدل كثير من التشريعات اللي موجودة اللي بيشتغلوا عليها مش من إنصاف أبداً نحن كونت شغالين بترتربعة قوانيها شغالية عليها من التلاتينات والاربعنات بتاعة القارض الماضي فلازم فيه تطوير والتطوير ده بيجي لتوافق مع الأحداث فإحنا النهاردة مصر بتمر موجة إرهابية قوية جداً أقوى كتير من اللي احنا في التمينات والتسعنات مختلفة كمان مختلفة لأن الرؤية الاستراتيجية للعدو مختلفة وأنا كمان لازم أتعامل مع القدامي بنفس المستوى يعني علشان أقدر أواجهه فما ينفعش بأنا متأخر جداً وهو متقدم جداً يعني لازم أكيد فيه حل أكيد فيه مشكلة مؤمن بالحاجة وتقولي جداً عايز أقول أن الإرهابي أو الخارج على القانون في هذه المرحلة بيستخدم التدريب العالي بزرد بيستخدم معدات عالية الكفاءة والجودة بيستخدم كل معطيات العلوم اللي بتأمن له عملية الهروب من موقع الجريمة فبيروح يرفع المكان وبيحط الخطة وشفناهم على الإنترنت حطين فيديوز لازاي رفعوا المكان وازاي حددوا خطوط الهروب وحيهرم الأن يشارع فده ناس بتدرس مش ناس بتشتغل عشوائي وبالتالي علي أن أنا كون بشتغل بنفس المنظورة أو أحسن ده أحشي الشيء الثاني أن من يومين كان فيه أحد منظمات مطلعة تصريح على وكالات الأنباء بتقول أن فيه 300 سايت بيحضوا على العنف على مستوى الإنترنت وكلهم بيكلموا على مصر يعني وفيهم بعض بيحضوا على العنف ضد زباط الشرطة وأسرهم وبعض كاتب أسماء وعنوين بعض زباط الشرطة فده يورينا أن التكنولوجي كمان بيستخدم ضدنا في ناحية أننا الإنترنت ممكن يستخدم كوسيلة لتحريض على جرائم ناس بتخش على الإنترنت تجيب كيفية تصنيعهم بلا ويبتدي يشتغل فيها حتى لو هو هاوي حتى لو هو صغير يعني مش لازم يكون بنكلم على تنظيم إرهابي ولكن هل بنكلم على ممكن يكون واحد شاب مندفع عايز يعمل حاجة ده من ناحية من ناحية تاني فيه تنظيمات الهربية المتخصصة وإزاي بتفكر وإزاي بترتب كل ده بيخلينا نقول لازم إحنا ننقل الليفل بتاعنا أو مستوى الأداء بتاعنا إلى الفيز الأعلى عشان ننقل النقلة دي محتاجين نقض ونفكر وحط وقر وقلم نقول كيفية توزيع الخدمات بصفة عامة نبسط الموضوع خالص إحنا عندنا كام واحد وعازين منهم إيه وحنشغلهم فين وحنصرف عليهم إيه ومعنا كام ده موضوع أعتقد أنه سهل أنه يتنفذ المشكلة فيه مشكلة الوقت ومتخذ القرار ده معنى هل الوزير هو اللي هيقعد يعمل ده ولا هو حيفوض لجنة أكيد هيفوض فريق مثلا تيم لازم يبقى فيه فريق أمني بيشتغل على القصة دي دكتور طول ما الفريق ده متوجدش يبقى إحنا هنفضل مكانك سر وبالتالي هنفضل الناس شغلة يعني أنا بكلم على الزباط والأفراد اللي في الشارع شغلين بيتحانوا وزي ما حيك شايفة حالات استشهاد كتيرة جدا كتير جدا نحن عندنا فوق المتين شهيد من شهر 6 لحد النهاردة في صفوف الشرطة وبس يعني غير قوات مسلحة كتير جدا وبعدين خليني كمان أرجع لحضرتك في حاجة تانية دكتور إيه زي ما كنا بنتكلم أنه حقيقي التأمين أو الخطط التأمينية اللي بتحصل في الأماكن أو في المولات أو في أي أماكن فيها تجمعات حقيقي في منتهى البدائية يعني كتير جدا الواحد هو بيعدي من عند أي سيكيوريتي في أماكن يفكر يقول أنا النهاردة لو أنا واحدة من الأعداء أو من العملاء الخوانة دول سهل جدا أنه كان ممكن أعدي في قنبلة دلوقتي في شنطتي سهل جدا أنه كان ممكن أعدي في قنبلة دلوقتي في عربيتي لأنه حقيقي الخطة التأمينية في منتهى البداية إحنا عاملين بالزبط زي اللي بيتعامل مع عدو زي محاردة كونتو بتقول إحنا في لفل ون وهو في لفل تان يعني كأننا بنلعب لعبة فيه فرق سرعة وإمكانيات مختلف تماما الجزء الحاجة بتتفضلي بيه هو جزء شركات الأمن الخاص يمكن المولات والحاجات اللي هي الأماكن اللي فيها تجمعات أيا ما كانت بزبط ده يخلنا برضو النفس الخطة الاستراتيجية لحنا كنا منتكلم عليها هل الأمن الخاص جزء من أمن الدولة؟ أمن الدولة بمفهوم الأمن الشامل لمصر يعني أكيد طبعا جزء بالزبط كده لأن الوزارة الداخلية وده بيحصل في كل حتة في العالم بتسيب أجزاء هي شايفة أنها ممكن تكون توكلها إلى شركات أمن خاص عشان تأمنها حسب بقى مساحة للدولة بتوافق على ده يعني في مثلا في دول تانية بيسيبوا المطارات لشركات أمن خاص في نسبة شيء بالسجون لشركات أمن خاص نحن في مصر سايبين البنوك والمولات والأتلات والحاجات اللي هي القطاع السياحي أكتر أو القطاعات يعني حاجات اللي هي برايفاتي اون أيو فلو أنا النهاردة شايف أن ده هذا الفرض الأمن الخاص تابع لي بصورة غير مباشرة بالتالي مفروض أشرف عليه بمعنى أن الدولة تكون فيها قطاع الوزارة الداخلية يكون فيها قطاع بشرف على شركات الأمن الخاص ما يبقى الشركات الأمن الخاص بتجيب أولاد من غير ما تضربهم ومن غير ما تصرف عليهم بتروح ملبسوا أميسوا بانطارون وتقولوا أنت فرض أمن لا من فرح افتح الشنطة وهي داخلة لازم يتضرب ولازم بيبقى فيه رخصة لفرض الأمن الخاص ولازم الرخصة دي تكون وفقة كريتيريا معينة ولازم إحنا كوزارة الداخلية نبص على المتطلبات دي ونشوف هل يتوفر في هذا الشخص المواصفات الفنية بالزبط والشركة دي بتقوم بشغلها ولا لا رجل الأمن زي ما حررتك كنت بتقول كمان تفضلت دكتور إيهاب أنه ليه مواصفات خاصة يعني ليه مواصفات لما بتروح أي مكان بتبصها بتشوف يعني حتى برا مصر بتشوف رجل الأمن ليه مواصفات ليه هيئة معينة ليه طبيعة جسم معينة ليه طبيعة يعني بيبقى عنده إمكانيات مختلفة مختلفة عنده نظرة اللي هي بيسموها الحس الأمني بيقدر يبص بعينه ويفرز ويحدد ويبدي يتصرف على أساسها على طول ولازم ده يستدبعه وتدريبات كمان مش بس نظرة مش بس هاية لكن كمان لازم يكون متضرب أجيد ولو كنا نتكلم سواء على الأمن الخاص أو الأمن الحكومي لازم نكون بعد النظرة وبعد التدريب في خطة عمل يبقى لازم يصحب ده إجراءات أنا هعملها يعني لو ندينا مثال صغير عشان وده احنا مش بنكلم على سبيل النقدة احنا بنكلم على سبيل نصيحة بتهايلي كلنا لو جينا فصصنا الحدثة اللي حصلت قدام مدريت أمن القاهرة بالرغم أن احنا كنا مدركين حجم المخاطر اللي كانت موجودة ساعتها وكان فيه تحذير من وزارة الداخلية للإرهابيين أن اللي حيجي جنب أي منشأة شرطية حيتم القصاص منه مباشرة فجأنا بحادثة مدريت أمن القاهرة حصلت لما تعرض علينا الشريط اللي جاي من مدحف الإسلامي اللي قدامه لقينا مجموعة من الصغرات الشاب اللي طلع عشان يبص على العربية لما وفت اللي هو العسكري مشافة العربية أشتبه فيها زي من هشتبه فيها أو حاجة أشتبه فيها وبعدين ما بقاش عارف يعمل إيه فرح راجع عشان يقول الحد رح جايب زميده ورح مريحين هما الاتنين يبصوا عليه كل ده فين الأجهزة فين الواكي تاكي فين الحاجات فين فين الإجراءات فين أنا مطلوب مني أعمل إيه لما لاقي جسم مشتبه فيه أعمل إيه واحد اتنين ثلاثة يبقى أنا مش مطلوب أن أنا أتساب لازم فيه إمكانيات يا دكتور إيهاب إمكانيات يعني نتفرج على أفلام طيب حتى يعني بلاش بلاش ندخل على الإنترنت يمكن إنترنت نتفرج على أفلام نشوف في الناس بتأمن إزاي نشوف في الأجهزة المستخدمة نعمل ميزانية لإعادة الأمن في مصر مرة تانية نقف كده وقفة كلنا ونتوقف عن مصاريف كتيرة جدا ممكن تكون بتحصل دلوقتي في البلد ولكن حقيقي نحن في أمس الحاجة لإعادة الأمن في مصر مرة أخرى أنا عايز أقول كذا حاجة أولا بلا شك عندنا كفاءات عالية جدا في وزارة الدخل طبعا وعندنا ناس عندها استعداد أن تضحي بحياتها عشان مصر وبنشوف ده فعلا بس محتاجين أدوات يفعند محتاجين أدوات وشفنا من تصريحات ساد وزير الدخلية بعد تجديد الثقة في سيادته أنه قال أن وزارة الدخلية هتحصل على دعم لوجستي غير مسبوك وشفنا تصريحات ساد رئيس مجلس الوزارة بعد ما تولى قال أن وزارة الدخلية هتحصل على كل الدعم اللي هي محتاجة مفروض أن نعمل لجان ونشوف العجز اللي عندنا ونستورده إذا كنا محتاجين استيراد أو نشوف إزاي نحله داخليا عندنا ونبتدي نشتغل عليه فكرة الخطة اللي هتتحط للوزارة الدخلية أو الاستراتيجية المفروض تتحط أنا أعتقد أنها مش لازم تكون مفصلة عن الشارع وبالتالي الزباط والأفراد اللي في الشارع لازم يكون لهم قول في الاستراتيجية المفروض ما تتحطش ونحن عاديم في المكاتب الآن النهاردة التحديات اللي موجودة في الشارع مختلفة خالص عن الخمس والعشر السنين الفاتح فأنا ما قدرش أسمح لنفسي وأنا قاعد في مكتبي بقالي عشر السنين أننا حط رؤية استراتيجية للوزارة لازم أشارك فيها الصغيرين والمتوسطين اللي موجودين في الشارع عشان هو يدين الإحساس بتاعه لازم أشارك المواطنين أنت عايز إمن الدخلية إحنا يمكن أنا أمين عام جمعية اسمها جمعية شرطة والشعب المصر كلمنا فترة طويلة بعد صورة يناير مباشرة على حاجة اسمها عقد أمني جديد يجب أن يصاق عقد أمني جديد العقد الأمني ده هيقول إيه خصصات وزارة الدخلية في المرحلة اللي جاية إيه الصلاحيات اللي هي محتاجها الإمكانيات سواء المادية أو معنوية اللي هي محتاجها وبالتالي نقدر نقول إمتى حنقس النجاح لأن النجاح لازم يتقاس بمعايير ما يتقاسش بمجرد أننا أقول إحنا كويسين أو إحنا حنبقى كويسين لازم أقول إحنا حنبقى كويسين لما نعمل واحد اتنين تلاتين وبالتالي المواطن العادي يبقى قاعد شايف حققوا واحد يبقوا ما حققوا تلاتين في المية اتنين باستين في المية تلاتين باستين في المية أعتقد أن ده جاي وأعتقد أن ده اللي قاله وزارة الدخلية بصورة أو بأخرى في الفترة اللي فاتت لما قال إحنا هنحط خطة جديدة وحنطور وحنعمل وحنحط استراتيجات فمعناه أنه هو فهم أن إحنا محتاجين استراتيجات جديدة لما قالوا أن إحنا هندعم وزارة الدخلية سواء كان وزير الدخلية أو رئيس الوزارة بالإمكانات اللوجسترية المطلوبة يبقى هم مدركين أن في عجز في الإمكانات اللوجسترية وبالتالي بنسق في الناس دي أنها هتحاول تعمل عليها عشان شهداء عدد كدير أو يسقط كل يوم جدا 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 وتحديدا من الدخلية ومن الجيش والحقيقة زي بس كل ما بنقول إحنا مش بنهاجم وإحنا مش بنقول أنه في مشكلة ولكن إحنا بننور مجموعة أجزاء إحنا أولا محتاجين قطة محتاجين فريق عمل مختلف محتاجين جيل من الرجال الأمن مختلف جيل متطور جيل بيتعامل مع التكنولوجيا جيل يقدر يخاطب الآليات والاستراتيجيات اللي بيتعامل بيها العدوة لأن إحنا بيتعامل معها عداء متطورة جدا ممولة بشكل كبير جدا فعندهم أكيد إمكانيات كتيرة جدا هو ده اللي إحنا محتاجين ومحتاجين نغير الخطة الاستراتيجية لتأمين المنظومة كلها أو لتعديل المنظومة الأمنية بشكل كبير عند حدثك أي نصيحة أو أي وجهة نظر حابب أنك تعرضها فيما يتعلق أيضا بالجوز الأمني دكتور إيهاب أنا بشكو حيات جدا أنت تديني الفرصة دي عايز أقول أن الأمن النهاردة معتش مسألة فرض وقانون وقالة الأمن بقى إحساس ده مهم جدا الشيء الثاني هو الصورة الزهنية الصورة الزهنية عن جهاز الأمن يجب أن تكون في أفضل حالات وده اللي لازم تشتغل عليه وزارة الداخلية في أسرع وقت ممكن لأن إحنا يوم تلاتين ستة من فضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نشعر أن الشرطة والشعب إيد واحدة لأول مرة منذ زمن بعيد في مؤسسات النهاردة بتشتغل سواء داخل مصر أو خارج مصر عشان تدمير هذه العلاقة من جديد وعشان تخلق فرقة بين الشرطة والشعب تاني وفيه اتجاهات لاتهام مصر بانتهاك حول إنسان فهنا محتاجين جدا وزارة الداخلية لازم تشتغل على ده ما تقولش أنا بشتغل كويس وأنا بحاول حق الأمن بتاعي وأنا عندي شهداء وتسكت على كده لازم تحاول تفند كل الأقويل اللي بتسيء إليها عشان هي مش حقيقة وبالتالي تقدر تثبت للمجتمع المحلي بتاعها إن إحنا مش بشين صح لأن ده من شأنه إن هو يدخل جزء كبير من الشباب في إن هو يتعاون مع جهاز الأمن وبالتالي يقدر يديره معلومات أكيد الخبير الأمني دكتور إيهابي يوسف باشكو حيتفن مع وجودك معنا النهاردة ياريت تكون رسالتنا وصلت ياريت تكون في إعادة نظر مرة أخرى للمنظومة الأمنية علشان الناس وعلشان الجيوش الجيش وعلشان الشرطة بعد الفاصل نستكمل فقراتنا خليكم معنا